بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر حيث نبحر في رحلة في فوائد وعلوم نفسية داخل النفس البشرية في هذه الحلقة سوف نتحدث عن ما يسمى بجودة الحياة كيف تعلم أن ما تعيشه الآن هو بمعايير عالية من جودة الحياة هناك أمور لو علمتها سوف تعرف تماما أنك تعيش في جودة حياة عالية جدا وجيدة جدا بل إن منظمة الصحة العالمية WHO وضعت مقاييس لقياس جودة الحياة بعض الناس لا يعرف أن حياته أو جودة حياته منخفضة بعض الناس يعتقد أنه يعيش في أفضل حالاته هناك حد أدنى من جودة الحياة ينبغي أن تنتبه لها هناك بحث من البحوث أقيم على أكثر من ثلاثمائة شخص حدد ستة أبعاد لجودة الحياة تعالوا مع بعض نتعرف على الأبعاد الستة لجودة الحياة الأولى هي البيئة السليمة نعم البيئة السليمة عندما يأتيني شخص في العيادة النفسية يتحدث عن مزاجه المضطرب ويتحدث عن حالتها النفسية السيئة ويتحدث عن أشياء كثيرة في الحقيقة هو ما الذي يعاني منه ليس فقط المزاج والحالة النفسية والمشكلات والعقد هو يعاني من بيئة سلبية سيئة لا تساعده على النهوض بنفسه في الحقيقة عندما تكون لديك بيئة سيئة فإنك ربما تسقط ويصب عليك النهوض عكس لو كانت البيئة التي أنت فيها سليمة ربما تسقط وتتعب لكنك تستطيع النهوض من جديد لذلك البيئة السليمة مهمة جدا في عملية قياس جودة الحياة إحدى الأخوات كانت تأتي في العيادة وكانت تتحدث عن مشكلاتها الأسرية كانت المشكلة الحقيقية ليس في دواء نعطيها إياها أو تقنيات علاجية نزودها بها ولكن كانت المشكلة الحقيقية في البيئة السلبية التي كانت تعيش فيها لذلك إذا استطعت أن تحسن البيئة التي أنت تعيش فيها أو استطعت على مدى عدة سنوات أن تخطط لتحسين البيئة التي أنت تعيش فيها أو استطعت أن تنتقل إلى بيئة أخرى لتعيش فيها فذلك أفضل إذن من مقومات جودة الحياة أن تعيش في بيئة سليمة وعندما أقول بيئة سليمة لا أقول بيئة خالية من المنغصات ولا أقول بيئة ليس فيها سلبيات لكن هناك حد أدنى من السلبيات البيئة السليمة هي أن تشعر أنك منسجم مع هذه البيئة وتستطيع أن تعيش بحرية فيها وتجد نفسك فيها وتمارس ما تحب داخلها أما العنصر الثاني من مقومات جودة الحياة فهي الاستقلالية نعم الاستقلالية بأن تشعر أنك لديك استقلالية لا يمكنك أن تطلب شيء من إنسان مسلوب الحرية لا يمكنك أن تطلب شيء من إنسان أو أن يبدع هذا الإنسان دون أن تكون مساحة من الحرية هو يتمتع فيها هناك أسر تهيمن على الفرد أو أحد أفرادها بحيث أن تسلبه تلك الحرية لا يستطيع أن يقرر لا يستطيع أن يفعل شيء في الحقيقة الأسر إما أن تكون أسر تهيمن على الاختيارات الفردية لهذا الفرد الذي يعيش فيها وإما أن يكون هذا الفرد لا يريد من أسرته شيئا في الحقيقة التوسط ومطلوب أن يعيش الإنسان مساحته الفردية بحيث يمارس ما يريد وفي نفس الوقت يراعي الأسرة وقيمها ومعاييرها بحيث أنه ينعم بالتناغم مع هذه الأسرة إذن إذا كنت تتمتع بالاستقلالية سواء كنت مع شخص أو كنت في أسرة أو كنت في مجتمع عمل فإن هذا مما يساعد على وجود جودة حياة تتمتع فيها وتصبح صحتك النفسية جيدة لماذا؟ لأنه لا يمكن فصل جودة الحياة عن هذه المقاومات الستة التي نتحدث عنها العنصر الثالث من وجود جودة حياة عندك هو وجود هدف تسعى لأجله نعم وجود هدف تسعى لأجله عندما تعيش هكذا في حالة توهان فإنك لا تعرف أين تتجه ولا تعرف أين أنت موجود وجود هدف في حياتك يساعدك على الإنتاج يساعدك على التخطيط يساعدك على وجود قرار يساعدك على اختيار الأشخاص الذي أنت سوف تعمل معهم وجود هدف في حياتك يحميك من غياب المعنى بل إن هناك علاجا من طرق العلاج النفسي يسمى العلاج بالمعنى وجود معنى في الحياة بعض الأشخاص يصابون بالاكتئاب لأنه ليس لديهم معنى في حياتهم يعيشون هكذا لديه أسئلة لا يعرف لها أجوبة يعيش طريقا لا يعرف له نهاية يعيش مكانا ليس له مسار لا يعرف أين البوصلة لديه طاقة لديه نشاط لكن لا يعرف أين يوجه هذه الطاقة وهذا النشاط يقوم من نومه يستيقظ لا يعرف ماذا سوف يفعل هذا اليوم لا يعرف ماذا سوف ينتهي به الحال فيما بعد أو في خلال هذه السنة أو السنة التي بعدها هو تائه لا يعرف أين يذهب من المهم جدا أن يكون لديك هدف تسعى لأجله وجود أهداف في حياتك هو من مقومات جودة حياتك العنصر الرابع في مقومات جودة الحياة ما يسمى بالنمو الشخصي النمو الشخصي بمعنى أن الإنسان لديه ما يسمى بالتحسين المستمر هو دائما نمو حتى لو وصلت إلى هدف أو وصلت إلى مستوى أو امتلكت مهارة ما هي المهارة التي بعدها هل أنت من النوع الذي يحسن من قدراته باستمرار هل أنت من النوع الذي يسعى دائما لفعل شيء يضيف إلى شخصيته يضيف إلى قيمته هل أنت مشغول دائما بالارتقاء بنفسه أكثر وأكثر هذا شيء مهم جدا لقياس جودة حياتك أنك ترغب دائما بالنمو الشخصي والتحسين المستمر يكون لديك هدف تسعى لأجله يكون لديك تحسين مستمر لحياتك ويكون لديك دور فريد تقوم به في نشاطك اليومي بمعنى أنك تملك شيء لا يملك الآخرون تملك بصمة لا يملكها الآخرون أنت جيد في مسألة ربما يشبهونك كثير ولكن أنت تتمتع بميزة لا يملكها الآخرون ولكل إنسان بصمته ولكل إنسان طريقته في الأداء والتميز والعطاء هذا الشيء لا يشبهك به شخص آخر لذلك إذا كان لديك هذا الهم وهو هم النمو الشخصي باستمرار فإن ذلك من مقومات جودة حياتك ومن مقومات جودة الحياة وجود قبول لذاتك أن تتقبل ذاتك كما أنت انسجامك مع ذاتك لا يعني أنك دائم الكمال أو دائم الأداء الرائع المقصود به أن تنسجم مع النقص الذي هو داخل شخصيتك لا بأس أن يكون لديك نواقص لا بأس أن يكون لديك عيوب مثل هذه الأمور طبيعية جدا انسجامك مع نفسك بمعنى أن لديك نقاط قوة أنت تفخر فيها ولديك نقاط ضعف أنت تعمل على تحسينها قبول الذات كما أنت بأن لا تضغط على ذاتك أكثر من قدرتها على الأداء بحيث أنك أنت تعمل وتتقبل خطائك ثم تحسن هذه الأخطاء ثم تعمل وتتقبل أخطائك ثم تحسن هذه الأخطاء هكذا أنت تتقبل نفسك كما أنت بدلا من ما يسمى بالنزع الكمالية التي تضغط على النفس بحيث تقدم أكثر من قدرتها على الأداء اقبل نفسك كما أنت واستمتع بحياتك العنصر السادس لمقومات جودة الحياة وجود علاقات إيجابية وجيدة لا تتخيلون كيف أن العلاقات الجيدة التي في حياتك من جودة الحياة العلاقات الجيدة من الصحة النفسية العلاقات الجيدة هي التي تجعلك تستمتع بحياتك دائما وعادة عندما يأتينا شخص في عيادة نفسية أو شخص يريد النصيحة نبدأ بقياس صحتها النفسية من خلال علاقاتها التي حولها بعض الأشخاص يميل إلى الانعزال بحيث أنه ليس لديه أي علاقات وبعض الأشخاص مندفع بشكل كبير جدا لهذه العلاقات وكثرة الاندفاع يؤدي إلى انقطاعها سريعا بعض الأشخاص مضطرب متذبذب في تلك العلاقات يبني علاقة مع هذا الإنسان ويقطعها مع هذا الإنسان ويبنيها مع هذا ويقطعها مع ذاك هو متذبذب في علاقاتها الأشخاص أصحاب جودة الحياة هم الأشخاص الذين لديهم علاقات ممتدة وعميقة وإيجابية هذا لا يعني أن هناك منغصات في هذه العلاقات هذا مستوى طبيعي ولكن أن تملك علاقات قديمة أن تملك علاقات طويلة المدى ممتدة أن تملك علاقات جيدة إيجابية هذا رائع جدا ويجعلك تعيش حياة سعيدة جدا لأنك تستمتع بهذه العلاقات عندما تشعر بالضغوط فإنك تذهب إلى مثل هذه العلاقات والجلسات وهذه العلاقات الإنسانية تجعلك في حياة جميلة جدا مثل هذه العلاقات هي من مقومات جودة الحياة هل هذه الستة أبعاد كافية لكي نطلق على حياتك أنها ذات جودة وأنها ذات جودة حياة أما أن هناك عنصر آخر وهو الشيء الذي أريد أن أتحدث فيه معك وهو ما يسمى بتقدير الذات الأشخاص الذين يملكون نظرة واقعية تجاه أنفسهم يملكون معتقدات واقعية وإيجابية تجاه أنفسهم الأشخاص الذين ينظرون لأنفسهم أنهم أشخاص جيدين في حياتهم هم الأشخاص الذين لديهم تقدير لذاتهم رائع هي مجموعة من المعتقدات التي أنت تملكها لكي تطلق على نفسك أن لديك تقدير مرتفع لذاتك تقدير الذات مهم جدا وركيزة أساسية للصحة النفسية بعض الأشخاص حسب البحوث العلمية أن إذا انخفض تقديرك لذاتك سهل أن تصيبك الإضطرابات النفسية والمشكلات النفسية وتتأثر بالضغوط سريعا أما الأشخاص الذين لديهم تقدير لذات عالي فيصعب وقوعهم فريسة للطرابات النفسية وإذا وقعوا في هذه الاضطرابات النفسية لديهم سهولة في الصعود والنهوض من جديد مرة أخرى هناك قول آخر أن الأشخاص الذين لديهم تقدير لذات عالي عندما يصابهم بضغوط نفسية فإن تقدير الذات يبدأ بالانخفاض بمعنى أن تقدير الذات متغير وليس ثابت بعض الناس يعتقد أنه منخفض تقديرها لذاته وهذا شيء أبدي وهذا الكلام غير صحيح أحيانا تتعرض لضغوط أحيانا العلاقات السيئة تتسبب من خفاض تقديرك لذاتك بعض الأشخاص يشعرونك بأنك أنت إنسان سيء هناك بيئات سواء كان في الأسر أو العمل أو الصداقات هذه البيئة تشعرك بأنك منخفض في تقديرك لذاتك وهذا الكلام غير صحيح بمعنى أن أنت لديك تقدير لذاتك رائع وجيد ولكن هذه الأمور حولك هي التي تساهم في خفض تقديرك لذاتك إن انخفاض تقدير الذات عند الإنسان يتسبب مشكلات في حياة الإنسان مثل أنه يسهل إصابته بالاكتئاب يسهل إصابته بالقلق المفرط يتعرض للابتزاز العاطفي بسهولة يتعرض لعدم قدر على الأداء الجيد يبدأ يعتذر عن أمور هو يستحقها يتنازل عن حقوق هو يستحقها تبدأ هناك مجموعة من الإضطرامات تحدث حوله بسبب أن ذاته أو نظرته لنفسه منخفضة حتى حقوقها التي يفترض أن يطالب بها هو لا يطالب بها لأن نظرته إلى نفسه وكأنه لا يستحق أن يطالب بتلك الحقوق ويعتقد عن نفسه أنه لا يستحق أن يكون في هذا المكان حتى اختياراته تتأثر بحيث أنه يختار الأشياء الأقل ثمنا أو لنقول الأقل قيمة لأنه يعتقد أنه أقل قيمة فيتناسب نظرته إلى نفسه تتناسب مع تلك الاختيارات فلا يختار المقدمة لا يختار الأثمن لا يختار الأشياء الأفضل لا يختار الأماكن الأفضل حتى في تواجده في أماكن لا تليق نظرته لنفسه نظرته لنفسه لا تسمح له أن يتواجد في أماكن لا تليق نظرته لنفسه لا تسمح له أن يسلك سلوكيات لا تليق لذلك هو يمتنع عن كثير من الأمور التي لا تتناسب مع نظرته لنفسه نظرة الإنسان لنفسه تحميه من العديد من المشكلات التي ممكن أن يقع فيها لو كانت نظرته لنفسه منخفضة وتقدير الإنسان لذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول دونية الذات بمعنى أن تقديره لذاته منخفض هو ينظر لنفسه أنه أقل من الآخرين أينما حل أينما ذهب هو ينظر لنفسه أنه أقل من الآخرين بل إنه لو كان أداؤه ممتاز وجيد فهو ينظر لنفسه أنه أقل من الآخرين أنا أذكر أحد الأشخاص سألته ذات مرة ما شاء الله أدائك جدا رائع أدائك جدا ممتاز بدلا من أن ينبسط ويستانس على هذا الكلام قال لا أعتقد أن المجموعة جاملوني في التقييم فبالتالي هو حتى لو كان أداء جيد نظرته لنفسه سيئة فبالتالي هو لا يصدق هذا الكلام الذي يقال له أحد الأشخاص قال هؤلاء يجاملوني عندما أشادوا به أحد الأشخاص يعتقد أن الآخرين حوله يكذبون عليه أحد الأشخاص يقول لا هم عندهم مصلحة معاي فعشان كذا أشادوا بأدائي هو يصدق كل شيء ما عدا أنه يصدق أن ذاته رائعة وجيدة وأدائه جدا ممتاز هو لا ينظر لنفسه هذا النظرة أينما ذهب أينما حل مهما فعل حتى لو كان جيد هو يظل ينظر لنفسه أنه أقل أما النوع الثاني فهو الذي لديه إفراط في نظرته لنفسه وهي النظرة النرجسية للذات هو الإنسان الذي يتغذى على تحقير الآخرين لكي يشعر أن له قيمة يشعر أن له أهمية فهو يحقر هذا ويلوم ذاك ويصرخ على ذاك ويبدأ يأخذ حقوق هذا هو وكأنه ينتشي بتعذيب الآخرين هذا إنسان لديه الطراب النرجسية وهذا موضوع آخر أما الإنسان المعتدل هو الإنسان الذي ليس لديه دونية للذات وليس لديه نرجسية تجاه الذات هو الإنسان الوسط الذي لديه تقدير لذاته تقديره لذاته كذلك هو امتداد لتقديره لذوات الآخرين بمعنى أنه يقدر الآخرين ويحترمهم ويثني عليهم ويشجعهم وفي نفس الوقت يقدر ذاته ويشجعها ويثني على نفسه هذا لا يعني غرور أبدا بل يعني أنه يعطي نفسه قدرها ويعطي الآخرين قدرهم هذا الشيء الرائع الجميل الذي يتمتع به ويجعله قريبا من الناس ويجعله يستطيع أن يقدم على اختيارات جيدة يجعله يقدم على سلوكيات جيدة يجعله إنسان متمكن من أمور وفعاليات يستطيع أنه يتقنها بكل سهولة أما كيف تبني تقديرك لذاتك فذلك يعتمد على ثلاثة أمور رقم واحد وقد ذكرناه سابقا وهو النمو المستمر يجمع الإنسان الذي ينظر لنفسه أنه إنساء شخص جيد يعتقد أنه دائما ينبغي له أن يتقدم لأن الشخص الذي لا ينظر لنفسه أنه شخص جيد هو لا ينظر لنفسه أنه يستحق التقدم فالشخص الذي لديه نظرة جيدة تجاه نفسه ودائم النمو دائم الارتقاء بنفسه هذا رقم واحد رقم اثنين هو الاعتقاد أن لك قيمة غير مشروطة بعض الناس لديه شروط لكي يكون لديه قيمة فأنا لي قيمة إذا امتلكت المال وأنا لي قيمة إذا أثنوا علي الناس وأنا لي قيمة إذا لي منصب وأنا لي قيمة إذا امتلكت سيارة وهكذا هو إنسان يضع شروط لكي يكون لديه قيمة وهذه من الأخطاء الاستراتيجية التي تفعلها في نفسك فأنت تظلم نفسك بهذه الطريقة طيب وش البديل؟ البديل أنت لديك قيمة مطلقة دون وجود شرط لهذه القيمة لذلك بعض الاختبارات والمقاييس النفسية التي تقيس نظرة الإنسان إلى نفسه يسألون سؤال فيقولون له أنت تحاول أن تبذل شيء لتحصل عليه لكي يكون لديك قيمة فإذا قال نعم فهذه مشكلة لديه في الحقيقة أنت لا تحتاج أن تفعل شيئا لكي يكون لديك قيمة لأنك ولدت ولديك قيمة مطلقة ثلاثة وهو الحب غير المشروط بمعنى أن تحب نفسك دون شروط مشكلة حقيقية عندما يعيش طفل في بيت والده ووالدته ويبدأ يحبونه بشروط شوف أنا أحب كذا ذكرت أنا أحب كذا صليت أنا أحب كذا رحت المدرسة أنا أحب كذا أكلت فدائما يضعون حب هذا الإنسان بشرط معين في الحقيقة الناحية التربوية السليمة التي تعطي الأبناء صحة نفسية سليمة أن يتم حبهم دون شروط لا تضع شرطا لحب إنسان هذه مشكلة حقيقية تواجه الأشخاص فيكبرون عليها فيعتقدون أنه ينبغي أن يحبون بشروط أو ينبغي أن يحبون بشروط فيتعامل مع الناس بناء على هذه العلاقة إذن رقم واحد النمو المستمر رقم اثنين أن يكون لديك قيمة بلا شروط ورقم ثلاثة أن تحب نفسك بلا شروط وينقسم الأشخاص الذين لديهم مشكلة في تقديرهم لذواتهم إلى قسمين أو لنقول ثلاثة أقسام فيما يخص طلب الحق لنفسك وعندما تكون لديك علاقات هناك أشياء تريدها من الآخرين هناك أشياء يأخذها الآخرون منك كيف تتعامل في هذه العلاقة مع الآخرين انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يسمونهم العنيفين الأغريسفنس وهم الأشخاص الذين إذا طالبوا بشيء فإنهم يصطدمون مع الناس إنهم يختلفون يتشاجرون مع الآخرين يريدون أخذ ما يريدونه بالقوة وهذا يتسبب بقطع العلاقات ويتسبب بمشاعر سلبية ويتسبب من خفاض تقدير الذات على المستوى البعيد أما القسم الثاني وكذلك هو قسم ليس جيد وهو يسمونه السلبي أو الباسيف الشخص السلبي وهو الشخص الصامت الذي يصمت بشكل مستمر لأنه لا يريد مشكلات مع الناس لا يريد أحد أن يصطدم معه دائما صامت دائما في الظل دائما يأخذ حقه ويلتزم الصمت مثل هذا الإنسان عندما يرجع إلى بيته وقد أخذ حقه وصمت عن هذا الحق يرجع إلى بيته ويبدأ يأكل في نفسه لماذا أنا قلت هذا الكلام ليتني أنا قلت هذا الكلام يدخل في عملية اشترار وقد تكلمنا عن الاشترار في حلقة سابقة يدخل في عملية الاشترار فيبث مشاعر سلبية لا يستطيع حتى أن ينام يخرج من مجلس يفترض أن فيه يتكلم لكنه يلتزم الصمت يعود إلى البيت يريد أن ينام لا يستطيع أن ينام بسبب تفكيره المستمر لشيء كان داخله ويفترض أن يخرج ولكنه لم يخرج كان يفترض أن يتحدث في هذا الموقف ولم يتحدث وهذا يجرنا إلى رقم ثلاثة وهو المنتصف ما يطلق عليه أو التوكيدي وهو الشخص الذي لدي توكيد لذاته بمعنى أنه يتحدث عندما يريد شيئا لكن دون عنف ودون صمت بمعنى أنه يطالب بحقه وهناك ثلاثة استراتيجيات للمطالبة بالشيء الذي يخصك بشرط أن تكون هذه المطالبة واضحة مباشرة هادئة حازمة حازمة بمعنى أنك أنت تقول بالضبط ماذا تريد وبكل حزم دون أن يكون نغمة الصوت فيها تراخي وواضحة بمعنى أنك ما تلف والدور لكي تطلب ما تريد ومباشرة أنت لا تحتاج إلى وسيط بينك وبين الشخص الذي تطلب منه لكي تطلب منه ما تريد وهادئة بمعنى لا حاجة للصراخ أنت بكل حزم تتحدث بكلمات محددة وهادئة لأنه أحيانا ما الذي يحصل عند بعض الناس الناس لا تحب الصوت العالي فعندما تطالب بحقك وصوتك عالي الناس تنشغل بالصوت العالي وتنسى حقك أنت ليش ترفع صوتك أنت شفيك ما تحترمنا ومن هذا الكلام فبالتالي الأفضل أن تكون هادئ تنتصر إذا كنت هادئ تنتصر إذا كان كلامك مباشر وتنتصر إذا كان كلامك واضح وتنتصر إذا كان كلامك حازم ثلاثة الاستراتيجيات لكي تفعل مثل ذلك ثلاثة أمور أقول لكم إياها واحد أطلب ما تريد أطلب ما تريد تكون في عمل تكون بين أصدقائك تكون في أسرتك تكون بين أحد الأماكن العامة وفي السوق أطلب ما تريد تريد إجازة أطلب إجازة تريد هذا الكرسي أطلب هذا الكرسي تريد ما أطلب ما وأنت في المجلس تريد أن تكون في هذا الفريق أطلب هذا الفريق تريد أن تكون في هذه الرحلة أطلب هذه الرحلة تريد ترقية أطلب هذه الترقية بعض الناس يصمت يلتزم الصمت لأنه يعتقد أن الآخرين يفترض أنهم يفهمون ما الذي في ذهنه الناس لن تفهم ما الذي في ذهنك ما لم أنت تقول لهم ذلك بعض الناس لا يقرأ لا يعرف لا يدرك مشاعر ذلك اطلب ما تريد لكي تحصل على ما تريد بعض الناس يقول لك أنا طلبت وما استجيب لي في الحقيقة أنت لست مسؤول عن النتائج أنت مسؤول عن المحاولة عن الجهد أنت إذا أخرجت ما في نفسك ارتحت بينما إذا لم تخرج ما في نفسك بحجة أن النتائج لن تكون في صالحك سوف تذهب إلى المنزل ولن تستطيع النوم رح تقول ليتني أنا تكلمت في هذا الموضوع إذن ها رقم واحد أن تطلب ما تريد رقم اثنين أن تقول لا وهناك مشكلة حقيقية عند الأشخاص الذين لا يقولون كلمة لا هناك أشخاص يقولون كلمة لا وفي داخلهم نعم أو يقولون كلمة نعم وفي داخلهم لا بمعنى أنهم لا يقولون كلمة لا عندما يريدون ذلك السبب مرة أخرى أخاف أن الطرف الثاني يزعل أخاف أني أفقده أخاف أن الطرف الثاني عنده مشكلة أخاف أني أنا يعني تتأثر علاقتي مع هذا الإنسان إذا تبي نصيحتي إذا بيزعل خليزعل إذا بتتأثر علاقتك خلت تأثر علاقتك أنت تتحدث عن نفسك عندما أقول لا أنا لم أتعرض لهذا الإنسان عندما أطلب ما أريد أنا لم أتعرض لهذا الإنسان أنا تحدثت عن نفسي وهذا الشيء الذي يحميك عندما تتحدث عن نفسك أنك تقول لا لهذا الإنسان لأن الثمن الذي سوف تدفعه عندما تقول نعم أكبر بكثير من الثمن الذي سوف تدفعه عندما تقول لا وسوف تعرف ذلك لاحقا عندما تعود إلى بيتك وتريد أن تنام ولا تستطيع أن تنام وتدخل في عملية اشترار وتتعب نفسيا العنصر الثالث أن تعبر عن مشاعرك نعم أن تعبر عن مشاعرك سلبا وإيجابا كيف يعني أنت جارس في مجلس جاء واحد وناداك بلفظ يعني غير لائق يا أبو فلان يا أبو راس يا أبو بطن معرف إيش أبدأ أنا أقول لهذا الإنسان لو سمحت أنت والله عزيز وغالي لكن والله إني ضايقتني هذه الكلمة اللي أنت قلتها بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير فأنا أعبر عن مشاعري وأعبر عن الانزعاجي وأعبر عن الشيء إذا أنت متضايق قول أنك متضايق إذا أنت منزعج قول أنك منزعج إذا أنت مرتحت قول أنك مرتحت لماذا تظهر شعور ليس داخلك هنا المشكلة بعض الناس يظهر أنه راضي وهو ليس راضي من حرج بعض الناس يظهر أنه يرغب وهو لا يرغب بعض الناس يوافق وهو رافض فأنت إذا أظهرت شعورا ليس شعورك الحقيقي فأبشر بالضغوط أبشر بالآلام الجسدية وأبشر بالأرق الذي قد يصيبك عندما أود إلى بيتك لذلك انتبه لنفسك عندما تعبر عن مشاعرك مهم جدا أن تعبر عن مشاعرك وإذا مثلا جاك واحد قاعد يمزح معاك بيده تقول له لو سمحت أنا لا أرغب أن أحد يعني يمزح معاك بيده تقول لي بيزعل خليزعل مرة ثانية ليس مهم النتائج المهم هو الجهد والمحاولة المهم أنها خرجت من صدرك المهم أن تثبت نفسك المهم أنك تضع حدودك المهم أن يكون لديك قيمة تثبتها أمام الآخرين بكلماتك الناس لن تعرف أين يقفون في حدودهم معك ما لم أنت تضع هذه الحدود ما لم أنت ترشدهم أين يقفون بعض الناس يا جماعة ليسوا سيئين لكنهم لا يعرفون أين يقفون في حدودهم معك أنت تعلم الآخرين أين يقفون في حدودهم معك سلبا وإيجابا عندما أقول سلبا عرفناها ماذا عن إيجابا وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم تقدير جيد لذاتهم هم الأشخاص الذين يقولون أشياء جيدة في الآخرين ما شاء الله عليك يا أخي أنت دقيق في مواعيدك والله أعجبني الألوان وانسجامها وذوقك في اختيار الألوان مكتبك رائع في تنظيمة أنت رائع في أدائك ومتقن في عملك أتكلم في الأشياء الجيدة في الآخرين هذا لا ينقص من نفسي وكذلك لا يضايق الطرف الآخر بالعكس أنت تكسب الآخرين إذن عبر عن مشاعرك سلبا وإيجابا إذن هذه الثلاثة تقولها بشكل واضح وحازم وهادئ ومباشر من الأشياء التي أفعلها عادة للأشخاص الذين لديهم مشكلة في تقديرهم لذواتهم أنه لا بد من أعمال تطبيقية تفعلها عندما تخرج إلى الناس لا ينفع أنك تستمع إلى هذه النصائح ثم لا تنفذ مثل هذه الأعمال أحيانا في العيادة أو أعرضهم على مثلا ما يقارب من 29 موقف أعطيه 29 موقف هذه المواقف أسمع منها ردة فعله هل هو يصمت ويضغط على نفسه لكي يعني يرئي جامل الطرف الآخر هل هو يغضب وتنفلت أعصابه فيصبح شخص عدائي وهجومي لأنه يريد حقه أو انتهكت حقوقه أو هو إنسان يتحدث بحزم وهدوء ووضوح وبشكل مباشر من المواقف مثلا عندما يتصل عليك باع بالهاتف يعرض عليك بضاعة هل أنت من النوع اللي تستمع إليه إلى آخر ويضيع وقتك لأنك تريد أن تجامله أم أنك من النوع اللي تسكر سماعة بوجهه كلا التصرفين خاطئين ويقللان من تقديرك لذاتك التصرف الصحيح أنك أنت تشكره وتقول لعذرني أنا لست مهتم بهذا الشيء ويعني شكرا لك لا أرغب فقط وتغلق السماعة بعد ذلك الفكرة هنا أنك ما تضغط على نفسك لكي تجامل الطرف الآخر بعض الأشخاص مثلا تتكلم أنت معاه تاخده تعطي معاه بالكلام ويدخل شخص فجأة ويتكلم مع الطرف الثاني اللي أنت تتكلم معه وهمشك هل أنت من النوع اللي تصمت وتنتظر لما يخلصون اثنين من كلام أو تقوله لو سمحت أنا قاعدة تكلم مع الشخص اللي أمامي يعني ما ينفع أنك تتكلم معاه أنا قاعدة هل أنت أو أنك تتهاوش معاه لأنك تتهاوش معاه صحيح ولا أنك أنت تصمت صحيح شيء الثالث اللي هو التوكيدي أنك أنت تتكلم وتقوله لو سمحت أنا قاعدة تتكلم مع هذا الإنسان أنت دخلت عليه عرض رجاء فهذا من تقديرك لذاتك تقف طابور يدخل عليك شخص في الطابور هل أنت من النوع اللي تصمت ويعني تتحمل دخوله وأخذه لحقك أم أنك من النوع اللي تتهاوش معاه لا هذا صحيح ولا هذا الصحيح الصحيح أنك أنت تتسلم عليه وتقوله لو سمحت ترى هذا دوري بكل حزم وبكل هدوء وبكل وضوح وبشكل مباشر هل أنت من النوع اللي إذا جيت تخرج من المنزل تذهب إلى عملك أو تذهب إلى موعد أو عندك شيء تبي تسويه ويجي شخص فجأة ويوقف سيارته عن بيتك ويقولك أنا جاي أزورك هل أنت تلغي موعدك وتقوله تفضل وكأن شيئا لم يكن أم أنك أنت من النوع اللي تقوله والله اسمح لي أنا والله عندي موعد لكن إذا تبي بكرة مثلا المغرب نلتقي مع بعض هذا حقك أنه دخل على وقتك بدون سابق موعد ولا موعد هذا ليس من حقه وهذا يعني انتهاك انتهاك لحقوقك هل أنت من النوع إذا كنت في سينما مثلا وتشاهد فيلم ثم أحد الأشخاص جالس يتكلم بالتليفون في الخلف هل أنت تلتفت إليه وتقول له لو سمحت يعني ممكن تقصر صوتك أترى أنا ودي أشوف الفيلم والصوت يزعجني أم أنك من النوع اللي تصمت وتكمل رؤية هذا السينما وأنت منزعج جدا وضاغط على نفسك طوال الفيلم أي نوع من الأشخاص أنت لما يجعلك مثلا الطبيب تنتظر فترة تنتظر فترة طويلة من الزمن خارج العيادة رغم أنه موعدك الساعة 11 ودخلت عليه الساعة 12 إلى ربع هل تدخل عليه وكأنه شيء لم يكن وعادي جدا لأنك ضغط على نفسك أم أنك من النوع اللي تتهاوش معاه وتتضارب أو أنك من النوع اللي تقول لي يا دكتور معلش أنا قاعدت فترة برة لكني أنا استغربت أنا موعدنا 11 وصاعة 12 ربع دخلت هل تتكلم معاه أنت ممكن تقول لي يمكن مشغول بمكالمة مشغول بمريض نعم لكن من حقك أنه يشرح لك ليش هو تأخر عليك لابد أن تعرف ما هي حقوقك في علاقاتك مع الناس لتضع الحدود هذه الحدود هي التي تحميك من المشاعر السلبية تحميك من الاشترار وتحميك أيضا من قطع العلاقات وتحميك من كلمة يقولها الناس لك ليش كنت ساكت ليش ما قلت لنا بعض الأشخاص لديهم خفاض في تقديره لذاته لذلك من الأشياء الجميلة اللي أنا أقولها لهم أريدك أن تكتب رسالة إلى نفسك فيها تشجيع لنفسك فيها تقدير لنفسك فيها ثناء لنفسك أكتب هذه الرسالة بما لا يقل عن نصف صفحة أو صفحة كاملة أو أكثر إذا أردت عادة نحن ننتقد أنفسنا ولكن قليل جدا ما نثني على أنفسنا لذلك من هذه التمارين أن تكتب رسالة ثناء ومواساة وتشجيع تعبر فيها عن ثنائك وإشادتك بأفعالك وشخصيتك والحياة التي أنت عشتها دون انتقاد أو لوم أو تقرير فقط رسالة فيها إشادة لهذا الإنسان الرائع النبيل الذي هو أنت أنت شخصية رائعة تذكر ذلك وكونك شخصية رائعة لا يعني أبدا أنك خالي من الأخطاء لا بأس أن تخطئ ولكن دائما أنظر لنفسك أنك شخصية رائعة أخواني خواتي سعيد جدا في هذه الحلقة بتواجدكم معي وشاكر لكم وقتكم وأتمنى أني ألقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء